علشان في ناس كتير جداً فهموا الموضوع غلط وناس أصلاً يعني جهلة معنا صحيان أني أنا من ضمن الناس المطرب المصري الوحيد من الفيفا والناس اللي بي جاهزوا لكاس العالم هم اللي اختاروا المطربين دول وأنا المطرب الوحيد اللي موجود مصري أن الفيفا رفعالي نفسها تمام؟ مش أي حد رايح قطر يبقى في ناس كتير رايحة بس رايحين يحيوا في مطاعم وأماكن تانية دول مش تبع كاس العالم أنا الفيفا رفعالي تمام؟ والناس اللي مختارة الناس اللي أكتر شهرة وأكتر متابعين وأكتر مشاهدات الفيفا هي اللي رفعه وهي اللي مختارة الناس دي تمام؟ بس حبيب عشان الناس مفكرنا أنا كنت أغني في كاس افتتاح كاس العالم أنا أغني تبع حفلات كاس العالم يوم 12 اللي جاي فعايزك توضح للناس ده إن أنا المطرب الوحيد المصري للفيفا رفعالي وأي حد تاني يا جماعة هو مش موجود هبعط لك الحاجة دي من أول حفلة مريم فارس لغاية آخر حفلة هم دول الأسامي اللي موجودين اللي هيعملوا الحفلات بتاع كاس العالم بس أي حد تاني مش موجود على الفيفا لأن أي مطرب بيغني في كاس العالم الفيفا بترفع له أي مطرب تاني محدش مش مكتوب له مش مكتوب ومنزلش على الفيفا ده مش رايح طبع كاس العالم أنا مش بعلق عليك أنا محد مش علاقة محد وكل واحد يقول له عايز يقوله ده من حق كل واحد يشوف هو نفسه فيه كل واحد يقول له عايز يقوله لكن أنا مش بعلق عليك أنا محد إحنا حقيقي رايحين يوم إن شاء الله الجمعة لو بعد بكرة متقالي طيارتي بكرة إن شاء الله على كطر رايحين نعمل حفلة على شرف كاس العالم كل الحفلات اللي معمولة في الوقت ده معمولة على شرف كاس العالم لأن التأشيرة بتاعتك اللي بتطلع التأشيرة بتاعتك اللي بتطلع او اي موافقات امنية او اي حاجة طبعا لازم البلد قطر تكون موافقة عليها وكمان الفيفا تكون موافقة لان انت هيجي لك الجمهور اللي هو اصلا من المشجعين وطبعا انت عارف الفترة دي في قطر في جنسيات مختلفة في هالناس عشان انت تخش البلد تبقى شخصية عامة عموما مغني بقى محلل اي حاجة تخش البلد في الوقت ده ويحصل عليك تجمع جماهيري دي مسؤولية كبيرة جدا للبلد لان لو حصل اي ضرب او اي حاجة في البلد في الفترة دي ده فوش قطر وفي ناس مش كويسين ممكن يعملوا اي اعمال مش حلوة في الفترة دي فاي حد بيخش يعمل اي حاجة طبعا تحت موافقة الفيفا وطبعا تحت موافقة الدولة نفسية عشان تطلعلك تأشيرة انت وفرقيتك والكلام ده كله عندنا حفلة على شرف كسر كل الحفلات وكل الفعاليات اللي معمولة طبعا طبعا فعاليات كسر عالم وطبعا على شرف كسر عالم لان احنا راح نشجع نغني لمشجعين الهناك مايش علاقة بحد كل واحد يقول اللي عايز يقوله دي حاجة تخصه هو لكن احنا راح ينكتر نغني في حفلة كبيرة جمهيرية على شرف كسر عالم ده اللي حصل ودي الدعاة نزلة ودي الوافقات اللي خدناها وده الطلب اللي الطلب مننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر